اشرة مفصلة من الميادين اهلا بكم و الى عنوينها روسيا تقصف بصواريخ جاليبر قرفة العمليات العسكرية في حلب التي يديرها ضباط من المساد وضباط امريكيون وبريطانيون واتراك وسعوديون وقطريون القوات العراقية تحرر عددا من القرى في قضاء الشرقات وتواصل تقدمها باتجاه مركز المدينة بوادر ازمة جديدة في حزب نتائي تونس بعد اقتراح حافظ قائد السبسي تعيين الشاهد رئيسا للهيئة السياسية في الحزب ورئيس البلبان الليبي يقول ان المبوث الاممي الى ليبيا فشل فشلا ذريعا في مهمته ويكشف عن توجه لطلب تغييره كشفت وكالة سبوتنك الروسية عن وجود غرفة عمليات تدير عمليات المسلحين في حلب وادلب وهي تضم ثلاثين ضابطا قياديا من المساد والاتراك والامريكيين والسعوديين والقطريين والبريطانيين وافق الوكالة فان ثلاثة صواريخ من طراز غاليب بير اطلقتها السفن الروسية في الفترة الاخيرة واستهدفت غرفة العمليات للمسلحين في ديرة عزة غرب حلب لتشير الى ان المكان المستهدف هو في منطقة جبل سمعان الجبلية القاسية الى ذلك نفى الجيش السوري استهدف طائراته قافلة مساعدات الى حلب كما اكدت وزارة دفاع روسية انه بعد دراسة الفيديو لم تثبت اصابة قافلة المساعدات الاممية في سوريا بقضائف لفتتان الى ان طائرات روسية مسيرة رفقت قافلة المساعدات الاممية حتى وصولها واستغربت الوزارة تزامن حادثة استهداف المساعدات مع الهجوم الواسع للمسلحين في تلك المنطقة وفي المواقف الروسية ايضا رأى الكريملين ان الامل بتجديد الهدنة في حلب ضئيل ولسيما ان الوضع يشهد توترا المتحدث باسم الرئاسة الروسية اشار الى ان الولايات المتحدة لم تلتزم تفاصيل اتفاق الهدنة وخصوصا ما يتعلق منه بفصل المعارضة عن النصرة ليشير الى انه لاستئنافها يجب على الارهابيين وقف اطلاق النار وانه على الامريكيين الكف عن قصف الجيش السوري عن طريق الخطأ اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا على ضرورة استمرار وقف اطلاق النار في سوريا بموجب الخطأ الامريكية الروسية رغم استمرار العنف المجموعة تحدثت عن صعوبة في الفصل بين النصرة وفصائل المعارضة المعتدلة في سوريا وزير الخارجية الامريكية جون كاري رأى ان وقف اطلاق النار في سوريا لم ينتهي رغم استئناف القصف مؤكدا انه سيلطقي لافروف مجددا هذا الاسبوع وزير الخارجية البريطاني وعقب لقاء المجموعة الدولية قال ان الخيار الوحيد لانهاء العنف في سوريا هو الاتفاق الروسي الامريكي في براء المباصل الدولي الى سوريا استفندي مستورا ان الاتفاق الامريكي الروسي تضرر بشكل كبير لكنه لم يمت في المقابل قال وزير الخارجية الفرسي ان المفاوضات الامريكية الروسية حول سوريا بلغت منتهاها تواصل القوات العراقية تقدمها باتجاه مركز قضاء الشرقات واعلنت وسائل علامة عراقية توقفها بث اذاعة داعش في الموصل كما اقفلت مداخل المدينة التفاصيل مع محمد الفهد في ثلاثة محاور منفصلة اعلنت الحكومة العراقية انطلاق عمليات التحرير جزيرتان رمادي وهيد في محافظة الانبار وقضاء الشرقات في محافظة صلاح الدين مناطق اصبحت مسارح للعمليات العسكرية بمشاركة الجيش العراقي والحشد العشائري وشرطة الاتحادية والمحلية وباسناد من سلاح الجو العراقي واثمرت عن اقتحام مداخل الجزيرتين في الرمادي وتحرير المجمع السكني لشركة الحذر العامة وقرية الامسيحلي والعيثة وجميلة وخدعان في قضاء الشرقات الاجهزة التنفيذية بما فيها الجيش اولا والشرطة ثانيا والقوات المشاركة من حشد ومن عشائر معها اصبح تمتلك زمام المبادئة والقوة بعد تحيير الرمادي وتحيير الفلوجة وتحيير المناطق الاخرى وتحيير ايضا القيارة اصبح تمتلك المبادرة والقدر على اخذ زمام المبادئة في الهجوم اهمية استراتيجية تتمتع بها المناطق التي يجري تحريرها فجزيرة الرمادي تعد مصدر التهديد لمركز المحافظة والمناطق المحررة الأخرى فيما تعد جزيرة هيت مركز الخطر الذي يهدد هيت والبغدادي وحديثة أما الشرقات فتحريرها يعني الإمساك بأهم مفاتيح تحرير الموصل عبر تأمين طريق الإمداد نحو المدينة واليوم الانطلاق الصحيح لقطع متون وأذرع تنظيمات داعش عبر خطوطها وإمدادها اللوجستي عبر صحراء جزيرة الخالدية فشرق الرمادي فالبغدادي فهيت ثم انطلاقا إلى صحراء جزيرة الموصل التي تتوارد معها تنظيمات داعش عبر صحراءها في الحدود العراقية السورية وبحسب غرفة العمليات المشتركة فإن المناطق المستهدفة باتت شبه خالية من السكان بعد فتح ممرات آمنة في وقت سابق وهروب المئات خارجها الأمر الذي سيساهم بسرعة الحسم وفق المتخصصين في مجال الأمن للمرة الأولى منذ انطلاق معارك التحرير ضد داعش قررت الحكومة العراقية انطلاق عملياتها بالتزامن في ثلاث جبهات لأسباب تتعلق بتراجع قوة داعش واتباعه أسلوب الانسحاب في كل مرة من المناطق التي يسيطر عليها بحسب المراقبين محمد الفهد بغداد الميادين الهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرقات ولجزيرتي رمادي وهيد في الأنبار في هذا العرض لزهراء الديراني أهلا بكم مدينة الذئاب هكذا تعني كلمة الشرقات في اللغة الأشورية يقع قضاء الشرقات شمال محافظة صلاح الدين يقسمه نهر دجلة إلى نصفين ويتوسط ثلاث محافظات يبعد عن جنوب نينوى 115 كم وعن شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين نحو 125 كم كما يبعد عن غرب كاركوك نحو 100 كم يقتن الشرقات نحو ربع مليون نسمة من ثلاثة محاور انطلقت عملية تحرير القضاء بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحجد الشعبي أحمد الأسدي المحور الأول من قاعدة القيارة باتجاه الجنوب الشرقي والثاني من تلول الباج باتجاه الشمال الشرقي أما المحور الثالث فمن تلول الباج باتجاه الشرق جزيرة الرمادي هي بحسب القادة الميدانيين خاصرات أمنية رخوة تؤثر سلبا في أمن مركز الرمادي والمناطق المحررة القريبة منها كجزيرة الخالدية وصولا إلى الفلوجة وتعد جزيرة الرمادي منطقة صحروية مفتوحة على باقي المناطق وصولا إلى الموصل والحدود السورية وكان تنظيم داعش قد اتخذ منها نقطة ارتكاز لاستهداف مركز الرمادي أما إذا توجهنا غربا إلى جزيرة هيت فإنها تمثل تهديدا لقلب منطقة هيت المحررة فمن هذه الجزيرة يستهدف داعش المواطنين بواسطة القذائف ويحاول السيطرة على طرق الامداد الغذائية والعسكرية التي تصل إلى داخل المدينة كما تلقي هذه الجزيرة بظلالها السلبية على مدينة البغداد وبالتالي فإن تحريرها يعني تأمين جزيرة الخالدية ومركز الرمادي والفلوجة كما يمثل تحرير جزيرتين الرمادي وهيت استكمالا للعمليات العسكرية وإبعادا لخطر داعش عن المناطق المحررة أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال إرهابيين اثنين في مدينة ساروان جنوب شرق إيران قرب الحدود مع باكستان ووفق الحرس الثوري فإن الإرهابيين الاثنين هما من الجنسية الباكستانية وتم إلقاء القبض عليهما بعد وصول معلومات عن دخولهما الأراضي الإيرانية بهدف تنفيذ عمليات تخريبية في الأماكن المزحمة وقد ضبطت بحوزتهما قنبلتان معادتان للتفشير استشهد الفتى الفلسطيني عيسى ترايرا البالغ من العمر 16 عاما برصاص قوات الاحتلال في بن نعيم في الخليل صباح اليوم وسائل علام إسرائيلية تذرعت بأن الفتى حاول تنفيذ عملية طعن لم تؤدي إلى وقوع إصابات والخليل أيضا شهدت أمس استشهد شابين برصاص الاحتلال بذريعة تنفيذهما محاولة طعن في الحرم الإبراهيمي في اليمن استشهد 12 طفلا و3 نساء بغارة للتحالف السعودي استهدفت سيارتهم في مدرية المطمى بمحافظة الجو في شرق البلاد وفق مراسلنا كما جنت طائرات التحالف سلسلة غارة على مدرية بني حشيش شرقية العاصمة صنعة حيثما يمشي أهالي مدينة رازح في محافظة صعبة يجد آثار الغارات السعودية الحديث هنا لا يقتصر على الدمار فقط بل يتعداه إلى القنابل العنقودية التي تلقيها طائرات التحالف السعودي على الأراضي والمنازل ما جعل حتى السير في هذه المناطق خطرا على حياة السكان في المحافظة نفسها تواصل الغارات السعودية استهداف البناء التحتية وهدفها هذه المرة مستوصف طبي في مدرية الصفراء سوته بالأرض لتزيدها من حال الوضع الصحي في المحافظة سوءا ما هذه الغارات إلا جزء من سلسلة غارات أخرى تشنها طائرات التحالف السعودي على مناطق متفرقة من اليمن أبرزها استهدفت مديريات حرد وميري وباكيل المير في محافظة حجة الجيش اليمني واللجان الشعبية أعلنوا أن ردهم على الغارات السعودية كان باستهداف تجمعات عسكرية سعودية في مواقع التنصاب والطلعة الشمالية وبنيالين بناجران بصواريخ الكاتيوشا كما أطلقت القوات الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخا بلستيا من نوع قاهر واحد استهدفت به قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمدينة عسير وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية مصدر عسكري أكد إصابة الصاروخ هدفه بدقة أما على صعيد المعارك فتتواصل الاجتباكات المتقطعة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى بالمحورين الشرقي والغربي لمدينة تعز من دون إحراز أي تقدم للطرافين هذه النشرة مستمرة وفيها مونسانتو وابايير اتحاد شركات عابرة للقارات يهدد أسواق الغذاء العالمية أهلا بكم جديد وصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وصف تأخير الانتخابة البلدية تونسية إلى عام 2018 بالكارثة صرصار أكد أن تعطيل المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء من قبل مجلس نواب الشعب قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المحلية والجهوية وراء أنه سيؤدي إلى تدني نسبة المشاركة في الاستحقاقات خصوصا في الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي ستقام عام 2019 كما أعرب عن حرص الهيئة على إجراء الانتخابات العام المقبل يشهد حزب نداء تونس الحاكم بوادر إزمة جديدة بسبب اقتراح حافظ الباجي قائد السبسي تعيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيسا للهيئة السياسية للحزب المقترحة ثار حفظة قيادات كبيرة داخل الحزب وصلت إلى حد المطالبة ببعاد السبسي الإبن سميح البغالمي وتفاصيل المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي يقترح تكليف رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئاسة الهيئة السياسية للحزب اقتراح ناصر جدلا كبيرا داخل صفوف النداء أكثر من عشر قيادات من الحزب اعتبرت المقترحة محاولة منطرف السبسي الإبن لتكريس هيمنته على قيادة الحركة الاعتبارات ضيق شخصية ناس ما تسميتش في المكانتش أسميها موجودة في الحكومة ناس تحب تولي هي رئيسة الهيئة السياسية ما نتصورش أنهم خايفين على الحكومة وعلى تونس بوجود سيوسف في نداء تونس كرئيس الهيئة السياسية رئيس الحكومة اللي عنده ملفات هامة ياسر وعنده حكومة قاعدة يركز فيها وعنده مشاكل اجتماعية وجهوية حارقة ومسائل تنموية وأمنية ومالية إلى خيره بش نزيد واحنا نتقر عليه ندخلوه في مشاكل تنصر وشو بش يسيره بش نصدر أزمة نداء توصل له مساعد تعيين يوسف الشاهد كرئيس للهيئة السياسية للنداء ستترك انعكاسات خطيرة على الحكومة الناشئة التي تواجه بدورها تحديات صعبة فحسب مراقبين فأن تولي الشاهد لهذه المهمة قد يجر البلاد إلى أزمات جديدة هي بغنى عنها عملية الزج بيوسف الشاهد داخل التون خلافات الشخصية والتموقعات الشخصية لحركة نداء تونس هو دليل على أن هذه الحركة والنخبة السياسية وتحديد النخبة نداء تونس أو ما تبقى منه تسير في الطريق الخطأ وستذهب بتونس إلى طريق الخطأ الذي لا قدر الله سيكون الهاوية أعدد كبير من قيادات نداء تونس أعلنوا مباشرة إسرى مقترح السبسي الإبن الدخول في سلسلة اجتماعات للعمل على إنقاذ الحزب وإعادة بنائه وهيكلته وطالب هؤلاء بإلغاء خطة المدير التنفيذي والممثل القانوني إلى حين انعقاد المؤتمر القادم للحزب في شهر تشرين الأول المقبل بعد أزمتي الأولى والتي أدت إلى خسارته الأغلبية في البرلمان حزب نداء تونس يعيش هذه الأيام أزمة جديدة حضرت بحضوظه خلال الانتخابات البلدية المقبلة سميح البغان مبنتي تا تونس الميادين وللنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس أستاذ التاريخ المعاصر ورهن دكتور عبداللطيف لحناشي أهلا بك دكتور عبداللطيف عبر شاشة الميادين نسأل بداية كان من المنتظر أن يكون هناك اجتماع لأكثر من عشر قيادات من حركة نداء تونس بغية البحث في هذا الموضوع هل من معلومات حول هذا الاجتماع وما الذي تم التوصل إليه خصوصا أنه تحت عنوان النظر في مسألة تغيير المسؤولية وهو مستقبل حركة نداء تونس في ظل هذه الأزمة الجديدة التي تواجهها لسيما وأنها حركة حاكمة أو حزب حاكم داخل البلاد نعم هو من المفروض أن أعقد هذا الاجتماع اليوم للفصل في الكثير من القضايا ومنها قضية ترشيح السيد رئيس الحكومة لهذا المنصب لكن أعتقد أن الخلافات العميقة والأفقية وكذلك العمودية التي تشق القيادات والحزب لا أعتقد أنها ستؤدي إلى التوافق حول حل ممكن له هذه القضايا الأساسا تنظيمية التي يشتد الخلاف حولها على الأقل في اللحظة الراهنة هذا الاجتماع إلى الآن بطبيع الحال لم نسمع على الأقل عن نتائجه أو أي شيء ولكن لا أعتقد أن الظروف ستؤدي إلى الخروج بنتائج قد تساعد على الخروج من هذه الإزمة المستعصية في نداء تونس طيب بناء على ما تفضلت الدكتور عبداللاطيف هافان ما هو مستقبل حركة نداء تونس هل نحن أمام انشقاق جديد وبالتالي يعني أعادت هيكلة كيان سياسي جديد بموازات حركة حزب نداء تونس أم نحن باتجاه إحداث حركة إصلاحية داخل حزب نداء تونس هو بداية هذا الحزب يعني لا يمكن أن نتحدث عن حزب حقيقة هو منذ تكوين الظروف التي ساعدت على تكوينه كانت طارئة كذلك الذين التحقوا به لم يكن يجمحهم فكر سياسي أو فكر محدد وإنما كانت دفعتهم ظروف معينة للالتقاء من أجل الانتصار خاصة في الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية وتحقق هذا الأمر بطبيعة الحال لكن مباشرة بعد أن تحقق هذا الأمر عرف هذا الحزب انشقاقات واسعة ومتعددة ولا أعتقد الآن أو بالعكس أعتقد أن الآن قد تضاعفت هذه المشاكل داخل الحزب وأخذ يتفتت حقيقة أنه ليس فقط انشقاق قيادات كبيرة وتأسيس حزب آخر وهو ما حصل وإنما يظهر أنه مقبل على تفتت جديد وانشقاقات جديدة ومن الصعب أن يحصل التناغم والانسجام داخل هذه التركيبة خاصة وأن الشقوق بدأت تبرز حول أو الخلافات تبرز حول قضايا تنظيمية بالأساس وليس فكرية وليس سياسية واتخذت أبعاد انشئنا ذاتية أكثر منها موضوعية إلى أي مدى ممكن أن تتأثر رئاسات الثلاث بهذه الخلافات لسيما بأنه كما ذكرنا هو حزب حاكم إلى أي مدى ممكن أن تتأثر رئاسة الجمهورية رئاسة البرلمان واليوم رئاسة الحكومة وأسم رئيس الحكومة هو سبب هذه التجذوبات التي تحدث اليوم نعم هو التأثير سيكون أو تدعيات ما يعيشه حزب تونس ستكون متعددة ليس فقط ولن تكون على الحزب من ناحية على الوضع الحزبي من ناحية ثانية ككل والوضع السياسي باعتبار موقعه في المشهد السياسي التونسي وسيؤثر ذلك على الكتلة البرلمانية لهذا الحزب وبالتالي سيؤثر على الحكومة باعتبار وجود عدد هام من وزراء نداء تونس في الحكومة وبالتأكيد سيؤثر على أداة حتى رئاسة الجمهورية باعتبار أن السيد الرئيس الجمهورية هو مؤسس هذا الحزب والأخطر من ذلك أن ابنه كما يشير الكثير أو أغلبية الآن القيادات داخل نداء تونس أن ابن السيد الرئيس هو المشكل في حد ذاته وبالتالي تدعيات هذا الذي يجري في الحزب ستكون عامة على البلاد ككل على الحياة الحزبية على الأداء الحكومة وكذلك على الحياة الحزبية لأنه ليس معقولا أن يكون حزب يحتل المرتبة الثانية الآن في البرلمان ويعرف مثل هذه الانشقاقات صح التعبير وهي حقيقة وكذلك هذه الأزمات المتتالية وبالتالي نعتقد أن التأثير سيكون على توجه الحزب على بنية الحزب ولكن سيؤثر حتما على أداء وسلوك الحكومة خاصة وأن البلاد تعيش أزمة مركبة وهذه الأزمة ستتأثر بوجود هذه الشخصيات الحزبية داخل الحكومة وكذلك داخل البرلمان نعم إذن الدكتور عبداللطيف الحناشي أستاذ التاريخ المعاصر ورهن حدثنا من تونس العاصمة شكرا جزيلا لك رأى رئيس البرلمان الليبي عقل صالح أدن المبوث الأممي إلى ليبيا مرتين كوبلير فشل فشلا ذريعا في مهمته وقال أن كوبلير يتصور أنه حاكم ليبيا بدليل قيامه بالاتصال بكل الأشخاص حتى الذين لا صفة لهم وأشار صالح إلى أن هذا الأمر عمق الخلافة بدلا من تقريب وجهات النظر وأظهر أنه منحاز لأحد الأطراف وكشف عن أن مجلس النواب يتجه إلى تقديم رسالة للأمم المتحدة لتغيير المبوث الدولي في حال لم يكف عما يقوم به أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري سقوط مروحية عسكرية تابعة للجيش الليبي جنوب بلدة القرضبة غرب مدينة طبرق المسماري أشار إلى المروحية كان على متنها مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة العميد إدريس يونس إضافة إلى سبعة أشخاص آخرين منهم طاقم الطائرة مؤكدا أن عملية البحث عن حطام هذه الطائرة مستمرة وفي ليبيا أيضا اختطف مواطنان إيطاليان وكندي جنوب البلاد وفق ما أعلنت الحكومة الإيطالية الأجانب الثلاث يحملون أو يعملون في مطارقات قرب الحدود مع الجزائر وزارة الخارجية الإيطالية أعلنت متابعة الموضوع فيما لا تزال السلطات الكندية تحاول التأكد من خطف مواطنها استحوذت شركة باير على شركة مونسانت والأمريكية لإنتاج الأغذية المعدلة جينيا وهي تعد من أكثر الشركات إثارة للجدل حول العالم لا يتوقف دورها عند كونها تمثل احتكاراً هائلاً للغذاء على مستوى أمريكا والعالم فهي ساهمت كذلك في الحروب الأمريكية ضد شعوب العالم بتجريد الأراضي من غطائها النباتي في فيتنام وكوبا وأفغانستان أيمن فاضل والتفاصيل جرائم موصوفة تتهم شركة مونسانتو الأمريكية بتنفيذها لكن هذا لم يخفض من شهية عملاق الصناعات الكيميائية والدوائية الألماني باير من الاستحواذ عليها مقابل 66 مليار دولار السفقة الهائلة تزيد من أحكام قبضة شركات العابرة للقوميات على الغذاء في العالم أجمع استحواذ باير على مونسانتو بزيد احتكار شركة الإنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية وهو بالمناسبة احتكار عم يضاعف بوطيرة سريعة جداً يعني من أول تسعينات تقريباً لليوم المحاصيل المساحات الزراعية المزروعة بكائنات معدلة جينياً المحاصيل الأساسية ضعفت بحوالي 100 مرة تهيمن مونسانتو على الحصة العظمى من سوق البذاري المعدلة جينياً ويقوم احتكارها الضخم بالأساس على تطويرها تكنولوجيا إنتاج محاصيل يتعذر على المزارعين استخدام البذاري المستخرج منها مونسانتو بحرب فيتنام هي أنتجت ما يعرف بالأيتجنت أورنج اللي هو ديفولغنت اللي كانت تزدت الطيارات على الغابات عشان يبس هالغابات اللي بيحتموا فيها كانوا الفيتكونك المقاومة الفيتنامية ونتائج الأيتجنت أورنج على الفيتناميين لليوم كارثية لليوم بيخلق أجيال مشوعة منذ عام 1996 خفض عدد الشركات العاملة في إنتاج البذار المعدلة جينياً من 600 شركة إلى 100 فقط شركة مونسانتو بمفردها استحوذت على 40 شركة مع براءات الاختراع التي تملكها ووسعت دائرة احتكاراتها حتى وصلت إلى العراق ألزم العراق بالتعامل مع هالشركات الكبرى وأبرزها مونسانتو وألزم أنه مثلاً نصف محصول القمح بالعراق يكون يلي صارت مونسانتو تأمن البذار إليه أو ربطت العراقيين بهالمنظومة الإنتاج الاحتكارية والكارثية صحياً صار بموجة بهذا النظام حوالي نصف الإنتاج العراق من القمح بيروح لنوع من الباستا المعدلة التصدير نحن نحكي عن مجتمع جوع بسبب الحصار الأطلسي المفروض عليه ومع الاستحواذ الأخير تعمق هذا النمط من الاحتكارات ما دفع مجموعة كونكورينز الاستشارية إلى تحذير من الاندماج الأخير في ظل مؤشرات تظهر منحاً تصاعدياً لأسعار الغذاء طوال العقد الماضي وخفضاً لأرباح المزارعين خصوصاً في دول الجنوب والآن إلى العنوان روسيا تقصف بصواريخ كاليبر غرفة العمليات العسكرية في حلب التي يديرها ضباط من المصاد وأمريكيون وبريطاندون وأتراك وسعوديون وكاتريون القوات العراقية تحرير عدداً من القرى في قضاء الشرقات وتواصل تقدمها باتجاه مركز المدينة بوادر أزمة جديدة في حزب نداء تونس بعد اقتراحي حافظ قائد السبسي تعيين الشاهد رئيساً للهيئة السياسية في الحزب ورئيس البرلمان الليبي يقول أن المبوث الأممي إلى ليبيا فشل فشلاً ذريعاً في مهمته ويكشف عن توجه لطلبي تغييره المزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت والميادين الإسبانية لمتابعين بلغة الإسبانية بالإضافة إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل للشيئ إلى اللقاء اشتركوا في القناة